أخي الحبيب قد أتاك رمضان شهر مبارك وشهر الغفران فتب إلى خالقك الرحمن وأقبلا فيه على القرآن تلاوة تأملا تدبرا لآيه إن طالبا أو خبرا اقرأه بالليل وبالنهار وزد تلاوته بالأسحار وأكثرا فيه من القيام بين يدي بارئك العلام ولتجتهد في الثلث الأخير منه لتقرب من القدير أكمل قيامك مع الإمام تنل ثوابك على التمام فرمضان فرصة عظيمة فاغتنمنها أيما غنيمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فما زال الكلام على الأمور المغتفرة في الصيام على الأشياء المعفو عنها للصائم التي لا تؤثر في صومه ولا تكره ولا شيء فيها على الصائم ذكرنا من هذه الأمور عدة أشياء ذكرنا غلبة القيء وغلبة الذباب الذي يدخل إلى الجوف والمضمضة وذكرنا غبار الصناعات والطرقات وما إلى ذلك والاستياك بالسواك اليابس والإصباح على الجنابة أو الاحتلام في نهار رمضان وذكرنا أيضا بلع ما بين الأسنان من الطعام المأكولي قبل الفجر والأولى أرح ذلك ورميه وذكرنا أيضا الأدوية التي توضع على الجروح ولو كان الجرح في البطن هذه كلها أمور مباحة معفو عنها من الأمور المباحة المعفو عنها التي لا تؤثر في الصيام التحاميل التحاميل إذا دعت الحاجة إليها فإنها معفو عنها لا تؤثر في الصيام لأنها لا تصل لمحل الطعام التحاميل هي ما يسمى عندنا في العرف المغربي بالقوالب تسمى عندنا بالقوالب في العرف المغربي في دارجتنا هذه التحاميل لا إشكال فيها معفو عنها للحاجة فإذا احتيج إليها واستعملت فلا إشكال لأنها لا تؤدي ما يؤدي الطعام والشراب من تغذية الجسد وتقويته والمدار على تغذية الجسد وتقويته فهي مثل الأدوية التي توضع على الجروح حيث إنها لا تغذي الجسد ولا تقويه ولا تصل لمحل الطعام كما ذكر أهل الإخصاص وبالتالي بنا على هذا الفقهاء أنها لا تفطر ولا تكره من الأمور المباحة أيضا للصائم الحقن التي تستعمل في القبل مطلقا الحقن أي الإبر التي تستعمل في القبل قبل الذكر أو قبل الأنثى هذه ليست مفطرة أيضا لأنها لا تصل إلى المعدة مثلها مثل التحاميل التحاميل تجعل في الدبر والحقن الأخرى تجعل في القبل والقبل مقابل للدبر القبل هو مخرج البول والدبر مخرج الغائط فما يستعمل من الأدوية عن طريق الدبر أو عن طريق القبل ليس من المفطرات معفو عنه بإذن الله تعالى أيضا من الأمور المعفو عنها للصائم المغتفرة التي لا تبطل الصوم ولا تكره الحقن التي تستعمل في العضل أو تحت الجلد فقط أو عبر الوريد مما ليس مغذيا ولا مضادا حيويا الحقن إذا كانت من هذا النوع أي لم تكن مغذية ولا مقوية للجسد ولا مضادا حيويا كالفيتامينات وما شاكلها فإن هذا النوع ليس مفطرا بإذن الله تعالى أما الحقن التي على عكس هذا الحقن المغذية المضادات المضادات الحيوية وما شاكل ذلك مما يقوي البدن ويقوم بدور الطعام والشراب لأن الطعام والشراب عن طريق الفم يتغذى به البدن ويقوي الجسد فإذا كانت الحقن تقوم بنفس الدور فإن الصائم لا يجوز استعمالها لأنها تكون من المفطرات وإذا استعملها الإنسان لغير ضرورة كان آثما وفاعلا شيئا محرما كما لو أكل أو شرب عمدا إذن فتلك الحقن المغذية مفطرة وبالتالي لا يجوز للصائم أن يستعملها إلا للضرورة إذا دعت الضرورة يستعملها على قدر الضرورة في نهار الصيام مع لزوم القضاء وإلا فالأصل أن تستعمل بالليل الحقن الإبر المغذية المقوية للجسد مما ذكرنا الأصل أن تستعمل ليلا لكن إذا اضطر الإنسان لاستعمالها نهارا جاز من حيث الإثم لا إثم عليه لكن يجب عليه القضاء أما إذا كانت من النوع الأول الذي أسلفنا ذكره أي التي لا تغذي وليست مضادا حيويا ولا مقوية للجسد ولا شيء فهذه مباحة لا إشكال فيها ومن هذا النوع الحقن التي يستعملها أصحاب مرضى السكري فإنها من هذا النوع كما ذكر أهل التخصص وبالتالي فهي مباحة ومعفو عنها ومغتفرة إذا دعت الحاجة إليها وهذه الأشياء التي نشير إليها كالتحاميل والحقن التي ذكرنا في القبل أو الحقن التي ذكرنا في العبل أو تحت الجلد أو عبر الوريد وإن كانت جائزة بالقيود التي ذكرنا فإنه ينبغي للمؤمن أن يستعملها عند الحاجة إليها مما هو مباح ومغتفر للصائم وملتحق بهذه الأشياء التي ذكرنا ويحتاج إليه بعض المرضى بخاخ الربو بخاخ الربو هذا مباح للصائم وأمره معفو عنه شرعا ومغتفر لا بأس به ولا إشكال لماذا؟ لأنه كذلك ليس من الطعام ولا من الشراب ولا مما يؤدي دورهما فليس مغذيا للجسد ولا مقويا للبدن ولا يقوم بدور الطعام والشراب ولا يصل إلى المعذة وبالتالي فهو مباح لأن هذا البخاخ مجتمل على ريح وهذا الريح الذي يكون فيه يذهب إلى القصبة الهوائية جهة الرئة فلا يصل إلى المعدة ولا يغذي الجسد فلا بأس باستعماله اللهم إلا إن كان له مذاق يصل إلى الحلق إن كان له مذاق يبقى في اللسان فقط فلا إشكال لأنه تقدم معنا أن ذوق الطعام مكروه والمكروه يباح عند الحاجة ذوق الطعام مكروه فقط والشيء المكروه إذا دعت إليه الحاجة يصير مباحا ولشك أن الإنسان لا يستعمل بخاخ الرب إلا إذا احتاج إليه إلا إذا دعت الحاجة إلى استعماله فإذا دعت الإنسان المريض صاحب الرب الحاجة لأن يستعمل البخاخ واستعمله ولو وجد له مذاقا في لسانه فلا يضر وإنما يضر لو وجد المذاق في حلقه إذا كان المذاق يصل إلى الحلق فحينئذ يكون حكمه كحكم سائر أنواع الطعام والشراب التي لا يجوز وصولها إلى الحلق أما مجرد الذوق في اللسان أو في الفم فلا يؤثر ذلك بإذن الله وأيضا يمنع البخاخ إذا كان مخلوطا بالماء لو أن أحدا أو نوعا من أنواع هذه البخاخات كان فيها ما كانت متصلة بالماء بحيث إذا استعملها الإنسان يصل إلى جوفه وإلى حلقه الماء المخلوط بما في ذلك البخاخ فإنه حينئذ يمنع لما اجتمل عليه وخالطه من مياه فإذا لم يكن كذلك وهذا هو الغالب فيه أنه لا يكون معه ماء ولا يصل ذوقه إلى الحلق فإنه مباح ولا إشكال فيه إذن هذه جملة الأمور المباحة المعفوة عنها للصائم التي يسأل عنها كثير من الناس بقي لنا القسم الرابع وهو الكلام على مندوبات الصيام القسم الرابع من الأقسام الأربعة أو الخمسة للصيام مندوبات الصيام لأنه تحدثنا في أول الأمر عن مكروهات الصيام الأشياء التي تكره للصائم مما يتعلق بالصوم وإلا المكروهات لغير الصائم كثيرة للمسلم عموما كثيرة نحن نتحدث عن المكروهات المتعلقة بالصوم تحدثنا إذن عن المكروهات ثم تحدثنا عن المحرمات ثم تحدثنا الآن عن المباحات والرابع من الأقسام مندوبات الصيام مندوبات التي تندب للصائم يندب للصائم أولا تعجيل الفطر يستحب ويندب للصائم أن يعجل بالفطر ما أمكن ما معنى أن يعجل بالفطر؟ يعني أن يبادر بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة وعلامة غروب الشمس في زماننا هذا في الغالب خاصة في المدن والقرى علامة غروب الشمس عندنا هي أذن المغرب إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فهذه علامة على غروب الشمس وإذا كان الإنسان في بلد لا يؤذن فيها فغروب الشمس يكون بدخول وقت صلاة المغرب في بلده هذه علامة يستطيع أن يعرف بها ذلك فإن كان هو خارج بيته وخارج البنيان ويرى الشمس وتيقن أنها قد غربت فإنه يبادر بالفطر إذن تعجيل الفطر معناه أن نبادر إلى أكل أو شرب شيء بعد دخول الوقت مباشرة إذا دخل وقت المغرب غربت الشمس دخل وقت أداء صارات المغرب مباشرة نبادر بأكل تمرة أو بشرب ماء إذا أكلنا تمرة أو ثمرتين أو ثلاثا أو شربنا شيئا من الماء فهذا يعد تعجيلا للفطر ليس المقصود بتعجيل الفطر أن يشبع الإنسان من الطعام والشرب لا ليس هذا شرطا فإذا أذن المؤذن وأكلت تمرة واحدة أو حسوت حسوة ماء كان ذلك تعجيلا للفطر لأنني بذلك قطعت الصيام قطعت الصيام بتناول شيء من الطعام أو من الشراب إذن هذا مندوب من مندوبات الصيام وما زال الكلام على بعض المندوبات الأخرى نرجع ذلك إلى اللقاء المقبل إن يسر الله تعالى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب قد أتاك رمضان شهر مبارك وشهر الغفران فتب إلى خالقك الرحمن وأقبلا فيه على القرآن تلاوة تأملا تدبرا لآيه إن طالبا أو خبرا اقرأه بالليل وبالنهار وزد تلاوته بالأسحار وأكثر فيه من القيام بين يدي بارئك العلام ولتجتهد في الثلث الأخير منه لتقرب من القدير أكمل قيامك مع الإمام تنل ثوابك على التمام فرمضان فرصة عظيمة فاغتنمنها أيما غنيمة